المسيحية الصهيونية اتولت في بريطانيا وبعد بشيت الأمريكا ولكن القاتل الأرضية معناها اللي نمت فيها وازدهرت هي في أمريكا والدليل أنه عام 1807 أول الجمعية مسيحية الصهيونية تولدت في أمريكا الجمعية هذه تبنات على معتقد المعتقد هذا هو خرافي ومزيف يقول لك أنه جاء في التوراة أنه المسيح سيعود بعد أن يستكمل اليهود عودتهم إلى أرض المعاد والمسيح وقتها ليس يحكم ألف سنة وبعدها العالم الكل يولي من أتباع المسيحي العقيدة هذه تبلورت بشكل كبير لدى الأمريكيين خلطين لبروتستان وبدأوا يعني دخلوا هما بطريقتهم في القرار السياسي والمالي في أمريكا ولو يحكم فيها أنت من عهد يعني تقريبا بداية القرى التاسع عشر كل الرؤساء الأمريكيين إلى آخر بايدن يعتقدوا في هذه النظرية هذه هنا المشكلة أنه التبني هذا ما هو تبني كي بقعد يفسروا فيه الناس أنه تبني انتهازي وبحث عن أصوات اليهود يمكن هذا جانب معناها مش مهم أما الجانب الأهم في هذا التبني وهو الاعتقاد هذوم الناس يعتقدوا في ما جاء من تزييف التوراة أنت حتى حتى وعد بلفور هو أرثر بلفور هو أيضا مسيحي صهيوني وانت تعرف حتى أرثر بلفور هو الكتب الوعد بتاع بلفور كتبه الدبلوماسي معه هشلير وهشلير هذا هو نفسه يهودي يدعي أنه بروتستاني وما اكتشفوا أنه يهودي إلا بعد ما مات ما اكتشفوا اللي هو يهودي إلا بعد ما مات الوقت اكتب الوعد بعد ذلك قال أنجزت ما آمنت به وقتها معناها اللي هي أرض المعاد المسيحية كما قلت هذه الصهيونية تعتقد أن الله جعل من التاريخ مسارين اثنين الأول تقوده إسرائيل والثاني تقوده الكنيسة هالمسارين هذو ما معناها التي تبناها عليهم النظرية هذه تبلورد في كتاب تباعه بشكل غريب وصل معناها عشرات الملايين الكتاب هذا اسمه الأرض ذاك الكوكب معناها وذي يعتبر التوى الدستور الأساسي متع المسيحية الصهيونية مع كتاب ذاك وليام بلاكسون اللي هو عيسى قادم أو قدوم عيسى من هذا الترجم متعه إذن هاللهوت هذية لهوت معناها المسيحي في أمريكا مبني على الفكرة الثوراتية أو الخرافة الثوراتية اللي تقول أنه كما قلنا أنه المسيح سيعود بعد أن يستكمل اليهود يعني وجودهم في أرض المعاد اللي هي فلسطين ويقول هذا مش يحكم لمدة ألف سنة الآن من عهد يعني تقريب من بداية واخر القرد 19 إلى حد الآن كل رؤساء أمريكا هم من المسيحيين الصهيين ويعتقدوا في هذا واعترف بها جوري بوش الأبن وقال أنا كل صباح أقرأ الإنجيل وأقرأ الطورات معناه في جمع وحتى في حركته بعض الرموز المسونية يستعمل مع بعض الإشارات المسونية في لقائته في زياراته في بعض الصور فما الإشارات المسونية ظاهرة وفما بربي مش كبلك الجبلتين بارك فضل وما العناصر المكونة للمسيحية الصهيونية هي هي مبنية على الفكرة اللي كنت نحكي عليها اللي هي خرافة التوراة فما زد عناصر أسطورية أخر يقولك اليهود شعب الله المختار هذه عقيدتهم ويقولك المثاق يعتمد عليه اللي هو ارتباط اليهود بأرض المعاد وعودة المسيح ليحكم مدة ألف سنة هذو هما التلاثة أساطير اللي تتبني عليها ما يسمى بالمسيحية الصهيونية فما ملاحظة أخيرة أنه راه اخترقت حتى المسيحيين العرب ولو بشكل جزئي وانت تعرف اللي في القدس عام واحدة وثمانين كونه جمعية ما يسمى بال يعني المسيحية الصهيونية ودخلوا فيها بعض العرب المسيحيين سيعد نيل كيف كيف الموضوع هذي علاقة الصهيونية المسيحية بالصهيونية اليهودية وشنو علاقتهم بالمسولية بطبيعة الحال اللي هنا يعني من أهم المواضيع اللي نجم الترقولهم بش انبسطوا بش نحن ونجموا نعبطوا شوية بالتصريحات وبش المشاهد يفهم كل شغولة دائرة في الشرق الأوسط بالضبط هو يعني ثم وقع التحالف بين الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية هو الصهيونية النجم كيف ما نقوله نصنفوها لثلاثة سنة الصهيونية يهودية اللي هي بدأت عندها طبيعة لائكية علمانية الصهيونية المسيحية ومن بعد الصهيونية اليهودية هذيك اللي هي طبيعتها علمانية كيف ما نقوله التحمت بما يسمى بالصهيونية الدينية في 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 اسرائيل واللي هي توى موجودة في قلب الحكم في اسرائيل أما نرجع لللون ثم تحالف بين الصهيونية صورة البوش الام وهو في حقة المبكة ويمارس في التقوص اليهودية تحالف بين الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية التحالف هذيه هو اللي يحكم في العالم وهو اللي يتصرف في المؤسسات الكبرى متاع العالم وهو اللي عنده مشروعه كيف ما نقوله باش يتمتد السيطرة متاعه على جميع مفاصل العالم ثم تحالف بناتهم والمنطلق بطبيعة الحال متاع الصهيونية المسيحية معروف هو اللي كونوا معناها لازمهم هو فيه المنطلق متاعهم والأساس متاعهم فيه تحدي للربوبية شنو معناها معناها نزربوا نحطوا اليهود في فلسطين باش نزربوا في هبطان سيدنا عيسى هذا يعني كيف ما نقوله كأنهم شركاء مع الله في قضائي هذه الفكرة في أساسها هي تنم على تحدي للربوبية وعلى إرادة ولا يشرك في حكمه أحدا هم لا يقولك لا نحن نشاركوه في حكمه باستباق الأمور والتعجيل بها عنا مش نفهمه الأسس الخبيثة الشيطانية متاع التحالف هذي هذو ما شنو كيف ما نقوله الآلية الرئيسية اللي نجموا من خلالها يحكموا في العالم هي لفروماسونري هي التنظيم الكوني تمتع الفروماسونري بظاهره وباطنه خاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر